وزارة الداخلية عملت واحد من المواقف الأسرع كمان في التحرك يعني بسرعة وفي خلال أعتقد أنه يوم أو ما كملناش كان يومين على الحدثة وأنها حصلت وزارة الداخلية أعلنت ده على صفحتها قالت أنه تم تحديد وضبت السيدة المرتكبة لوقعة التعدي على الفتاتين وقالت وصفت الوقعة ووصفت بتوصيف مظبوط أنها اعتادت على فتاتين بالسبب وشتم ودار بداخل إحدى عربات مترو الأنفاق لاعتراضها على ملابس هنا تخيلوا ستة العظيمة دي قررت أنها تعترض مش بس تبص البصات اللذيذة اللي ساعة يعملوها الناس في الشارع لكن لا تعترض وتزعق ويحصل زي ما حضراتكم شفتوا بيان الداخلية قال أنه تبين السيدة رب تمنزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدايرة اسم شرط الدار السلام بالقاهرة بمواجهة السيدة أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحدهما بارتداء ملابسها بطريقة محتشمة واتخذت الإجراءات القانونية حيالها في الوقائع دي زي ما بقول لحضراتكم يعني كفيل جدا الأربع خمس سطور اللي انت شفتوهم كده على صفحة وزارة الداخلية كفيلة بأنها تقول رسيل صدقوني لحصر له كفيلة تقول إننا دولة في المقام الأول احنا مش في غابة احنا مش في مكان عشوائي ينفع أي حد يعتدي على حرية أي حد ومش بس في حاجة تشبه كده أو تشبه اللبس لأنه بالمناسبة لو ده حصل في المترو من سيدة مصرية لفتيات مصريات تعالوا بقى أحكي لكم اللي ساعات بيحصل في الشارع مع سائحين أجانب تعالوا نحكي بقى إن السلوكيات دي لو تثبت كده من غير ما احنا نقف قصادها لا تعالوا نحكي بقى في تفاصيل كتير وتعالوا نحكي في كمية التمييز والعنصرية اللي بتحصل الله الصيف جاية علينا ما انتو عارفين عنصرية من الطرفين عنصرية من أنصار المايو ومن أنصار البكيني وحدث ولا حرج